دور المرأة الجزائرية الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي خلال الأهدى العثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات وخلافا لما كان يشاء من أن المجتمع الجزائر ومجتمع الرجل فإن المرأة تدلعبت فيه دورا أساسيا في الميدان الارتصادي والاجتماعي وحتى السياسي والثقافي فالمرأة الريفية كانت تقوم بمعظم الأعمال التي هي غالبا من اختصاص الرجل ومن ذاية الحرث والسطي وعلف الحيوانات ونحوها وتانت بالطبعة رب الأولاد وتقوم بأعباء المنزل كما كانت تنتج ملابس الأسرة من برانيس وتنادير ومناديل بالإضافة إلى النسج الزراب والحيات وغيرها من وسائل التجارة ومن جهة أخرى كانت المرأة الريفية تشتهت في الحروب مثل عالجية بنت بوعتاز التي سياتي الحديث عنها أما المرأة المدنية فتت كانت تتاجر أيضا بعدة وسائل منها تاجر البحارة الذين يطمون لها بالحصول على غنائم البحر وبيئها في أسوات الجزائر من سلة وأسرة ونحو ذليتا وإذا تانت المرأة المدنية على خلاف المرأة الريفية لا تخرج إلا محجبة فإن ذاية لم يطلل من دورها الاجتماعي فبيتها تانى نظيفا يضرب به المثل حتى أن المرأة ينتقل فيه حرفيا من غرفة إلى غرفة فلا يمس قدميه أي وساخ وتانت تعتني بتربية الأطفال حتى تانى الطفل الحضري مضرب المثل أيضا في النظافة والذور والجمال أما أوقات فراغة فتانت تقضيها في الحمامة وفي زيارة الأطارب والجيران وسنعرض إلى بعض مضايا تجميلها في مناسبة أخرى وليس صحيحا أيضا أن المرأة لم تكن تشتريت في السياسة العامة للبلاد حقا أنها لم تكن عضوة في الديوان ولم وظفة سامية في إطارات الدولة ولكنها تثيئا ما تدخلت في توجيه القرارات والتأثير على أزواجهن في اتخاذ مواقف معينة وأول ما نلاحظه في هذا الميدان هو الزواج السياسي الذي كان يتم بين زعماء التوت والكراغلة وزعماء الجزائرين من أصحاب النفوذ والسلطة فقد تزوج عروج من زوج ساليم التومي وتذكر المصادر أن مصطفى بوشلاغم كان متزوجا من عدة نساء صاهرة بهن شيوخ النواحي الغربية والقوادها ولذا يتظل في الحرم ثلاثين سنة وتزوج أحمد القلي باير سنتينة من أسرة بوعتاز شيخ العرب وتذيئة الحاج أحمد باير سنتينة الذي تزوج من أسرة المطراني وغيرها ومن جهة أخرى نعرف أن زوج بابا حسن باشا هي التي أثرت عليه في إطلال صراح الأسرة الفرنسيين عند ضرب هؤلاء لمدينة الجزائر سنة 1688 ميلادي الموافق لـ 1100 هجري مما جعل الوجق يثورون عليه ويذبحونه وقد كانت زوج حسن باشا ورام مرتل صالح باي وهنات أمثلة تثير على هذه التدخلات ولكنها ما زالت غيمة دروسة تذيئة أدت المرأة خدمات دينية واجتماعية وخيرية هامة فقد وجدناها توقف الأوطاف على الفطراء والمساتين وتساهم في تحبيس الكتب ونحوها على المساجد ومراطز التعليم تما وجدناها ذات رعابدة وتقوم على الطرط الصوفية عند وفاة أزواجهن ونحو ذالتها حتى أن بعض الباحث ادعى أن المرأة وجدت مساواتها بالرجل في ميدان التصوف وسنتحدث عن ذاتها في محله من هذا الكتاب تما أن المرأة أخذت نصيبا من التعلم تما سنرى أما دورها في الحياة الثقافية المحظى من أدب وشعر وتاليف فلا يتعد يذكر خلال هذا العهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد